طلحة يقول بعض البيوت الآن أصبح بيت الخلاء هو المغتسل والناس يخلطون في قضية التسمية والتعوذ يريد كلام فصل في هذا طلحة صيح الآن أصبح بيت الخلاء هو مكان الاقتسال وكذا ولذلك أي إنسان دخل بيت الخلاء يريد قضاء الحاجة فمن السنة أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج بعد قضاء الحاجة يقول غفرانك هذا الأمر الأول الأمر الثاني إذا كان يريد أن يغتسل أو يتوضى داخل الخلاء ما في بأس أن يقول التسمية يقول بسم الله يقول التسمية لأن أغلب المراحيض الآن ودورات المياه في البيوت نظيفة حينما يقضي الإنسان الحاجة يذهب الماء إلى مصرفه ولذلك يكون الحمام نظيف فيقول بسم الله وإذا انتهى جائز أن يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوضوء وبعد الإغتسال ترجمة نانسي قنقر